وحدها أصوات القذائف ما زالت تسمع في البيضاء دون توقف على الرغم من مرور أسابيع من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار من جديد تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي على قرى سكنية ومواقع الجيش والمقاومة في مديرية ذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء مصادر ميدانية أكدت تعرض مناطق صباح وذمجير والثيبة والهشام للقصف من مختلف الأسلحة أسفر عن ذلك تضرر عدد من منازل المواطنين في حين اشتدت المواجهات في مناطق تبة شرقان وأشعى بناصر بمديرية ذي ناعم بعد قصف المليشيا مواقع المقاومة الشعبية هناك ومحاولة التقدم فيها من جانب آخر لا تزال المليشيا ترسل تعزيزاتها العسكرية إلى مناطق عيشما ونوفان بالقرب من الحدود مع محافظة مأرب واستحداث نقاط ومواقع جديدة في محاولة لقطع الطريق التي تربط بين قيفة ومأرب وعلى الرغم من كل الخروقات ما تزال المقاومة الشعبية متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار ومتماسكة في صد المحاولات المتكررة للمليشيا بالتقدم على الأرض موسيقى موسيقى